ضمن سياق القحط والضيق في عامنا هذا وفي اطار اللوحة القاتمة التي رسمها على ملامح العالم ما تزال مخاوف تأمين الرواتب الحكومية في العراق حية وسيدة ارباك الشارع والمضاجع فاللجنة المالية النيابية خرجت للعراقيين لتقول ان معاشاتكم مؤمنة لثلاثة اشهر قادمة جراء الاقتراض الداخلي والخارجي فما كان لذلك التفاؤل الا انتاج رعب واسئلة بديهية تصدح وماذا بعد تلك المدة خبراء اقتصاديون اشاروا الى ان مستقبل الرواتب على مدى السنة الجارية سيكون مضمونا لان الحكومة ملزمة بتأمينها ضمانا لاستقرارها لسيما ان البنك الدولي صنف الاحتياط البنكي العراقي بمستوى جيد ما يتيح الاقتراض الداخلي اما عن تبعات تلك القروض فهو تحميل العراق اكبر من طاقته بسبب الفوائد فضلا عن ان تلك القروض تعد من النوع الاستهلاكي وليس الاستثماري تقارير اقتصادية اخرى اكدت ان ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمي من شأنه ان يساعد في حل الازمة لكنه ليس بالحل المثالي الا ان هناك تعويلا كبيرا في صولات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاربة الفساد في المنافذ والقطاعات الاخرى لرفض الموازنة بالاموال حتى تنعم الدولة باستقرار اقتصادي على المدى الطويل لا احد يلقي باللوم على اخر سوى جلد سياسات الماضي القريب فالحكومة الحالية وريثة شرعية لخزانة شبه خالية ولا تحتوي سوى بعض الخردة في حين هي ملزمة بتأمين قرابة اربعة مليارات دولار شهريا لتمويل رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين والاعانات الاجتماعية وهي مبالغ واجبة الدفع اشتركوا في القناة